بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في سلسلة إثراءات مقرر السكرتاريا والإدارة المكتبية اليوم بإذن الله سنستذكر سويا ما تطرقنا له في هذا المقرر سنبدأ في أولا بنظرة شمولية حول المقرر نحن تحدثنا أن المقرر يتكون من خمسة وحدات وهي كالتالي الوحدة الأولى السكرتاريا والبيئة المكتبية كانت بأربعة مواضيع تحدثنا عن ما هي السكرتاريا ثم انتقلنا الدرس الثاني البيئة المكتبية بعد ذلك تحدثنا عن الارتباط التنظيمي وأخيرا وضحنا سمات السكرتير وصفاته ثم بعد ذلك انتقلنا للوحدة الثانية وهي بعنوان مهام السكرتاريا في هذه الوحدة تعرفنا سويا على تنظيم الإدارة المكتبية ماذا نقصد بالتنظيم للإدارة للمكتب بعد ذلك تحدثنا عن تصنيف السجلات وكيف تصنف وكيف تحفظ وكيفية الأرشفة للملفات والسجلات ثم تطرقنا إلى تنظيم الاجتماعات ذكرنا السكرتير من أدوار اجتماعات تحدثنا بشكل مفصل عن اجتماعات بعد هذا الدرس تحدثنا عن المواعيد والزيارات وهميتها في عمل السكرتير كيف تنظم أخيرا في الدرس الخامس تحدثنا عن المهام الكتابية تحدثنا عن الكتاب الإدارية تحدثنا عن التقارير الإدارية ما هي الهيكل التنظيمي للتقرير كيف يكتب كل ذلك كان في هذه الوحدة الثانية في الوحدة الثالثة كانت بعنوان مهارات السكرتيرية ذكرنا أن السكرتير يتميز أو السكرتيرية إذا ما يلتحق السكرتير بها لا بد أن يتميز بعدة مهارات أو يتصف بعدة صيفات ذكرنا من مهارات السكرتير بعد ذلك تحدثنا عن مهارة التعامل مع البيانات وأيضا تحليل هذه البيانات واستخراج المعلومات منها ثم بعد ذلك تحدثنا عن إدارة الوقت ذكرنا أن مهمة ومهارة لابد أن تتوفر في السكرتير في الدرس الرابع تحدثنا عن المهارات التقنية وذكرنا نحن نعيش في عسر التقنية وتحدثنا بشكل خاص عن المهارات التقنية للسكرتير الدرس الخامس كان بعنوان مهارات الاتصال والتواصل ذكرنا أيضا السكرتير يتواصل مع عملة مع زملاء مع رؤساء وفصلنا كيف يتميز السكرتير في تواصل مع الآخرين في هذه الوحدة في الدارسة الأخيرة تحدثنا عن مهارة إدارة ضغوط العمل ذكرنا قد نمر بضغوط عمل كسكرتير كيف نحول هذا الضغوط إلى شيء إيجابي يحفزنا نحو النجاح أو أداء العمل الوحدة الرابعة تحدثنا فيها عن قواعد السلوك في بيئة العمل ما بين الاتيكيت والبروتوكول عرفنا ماذا نقصد بالاتيكيت ذكرنا في بيئة العمل ما يسمى بالاتيكيت بيئة العمل هناك تعامل رسمي يسمى البروتوكول وأيضا تحدثنا عن صورة المنظمة وكيف نعززها ونحسنها سواء داخل المنظمة أو خارجيا مع العملاء أو مع الجهات أو المجتمع في الوحدة الأخيرة كانت بعنوان التحديات التي تواجه السكرتير في الدرس الأول تحدثنا عن التكيف وأهميته في بيئة العمل ثم اتطرقنا إلى التعامل مع تعدد المهام ثم تحدثنا عن همية التطوير الذاتي المستمر للسكرتير لابد أن يواكب التطور الحاصل كذلك التعامل مع الشخصيات الصعبة وفي درسنا أو في درسنا الأخير تحدثنا عن عوامل تميز السكرتير نبدأ في استذكار الوحدة الأولى والتي كانت لدينا أربعة دروس ما هي السكرتارية والبيئة المكتبية والاتباط التنظيمي هذه عنوان طرقنا سوياً تعرفنا مفهوم السكرتارية أهدافها أهميتها أنواعها بعد ذلك تحدثنا عن التطور الحاصل في البيئة المكتبية والارتباط التنظيمي كيف يتواصل السكرتير ما هي علاقته مع الإدارة ما هي علاقته مع زملاء واخيراً تحدثنا عن الصفات الجسدية والصفات الشخصية لو استذكرنا الدرس الأول بشكل دقيق أود منكم عزيزي طلاب أن أستذكر سوياً ما هو مفهوم السكرتارية لو سئلت عن مفهوم السكرتارية ما هي السكرتارية بشكل خاص حدثنا أن عرفنا السكرتير وعرفنا السكرتارية ذكرنا أنها ماذا؟ أنها وحدة إدارية هدفها الأساسي هو مساعدة الإدارة والمنظمة على إنجاز الأعمال الإدارية المكتبية كما ذكرنا الخطابات إعدادها، إرسالها، تصوير الأوراق، ترتيب الملفات كل ذلك تقوم به السكرتارية إذن هي وحدة إدارية هدفها هي مساعدة المدراء أو العمل الإداري ذكرنا أيضاً هناك ما يسمى بالسكرتارية التنفيذية ووضحنا السكرتارية تختلف قد يكون عن السكرتارية بشكلها العام وهذا تحدثنا عنه في الدرس الثاني حينما تحدثنا عن أنواع السكرتارية بشكل خاص مفهوم السكرتير؟ ذكرنا أن السكرتير هو الشخص أو الذراع الأيمن الذي يساعد المدير على إنجاز أعماله لقد ذكرنا أن المدير لديه أعمال كبيرة وفي تحقيق أهداف المنظمة كل منظمة لديها أهداف على المدى البعيد أو المدى المتوسط وبالتالي السكرتير يساعد المدير على تحقيق الهداف فالمدير يتفرغ لأعمال الكبيرة والسكرتير يساعده مثلاً في إعداد الاجتماعات تنظيمها، الخطابات، كتابتها وبالتالي يكون هو الساعد الأيمن الذي يساعد المدير على تحقيق هذا الهداف بعد ذلك تحدثنا عن أهداف السكرتيرية ذكرنا من أبرز الأهداف الواضحة هو مساعدة المدير بحيث أنه يتفرغ للمهام الكبيرة في تنظيم الوقت يساعد أيضاً في استقبال الزوار في تحسين صورة المنظمة في إنجاز العمل بشكل أسرع حينما يكون لدي المدير السكرتير ناجح يتميز بصفات وسمات مميزة بالتأكيد سيساعده على إنجاز عمله كما ينبغي وبأفضل صورة ممكنة بعد ذلك تحدثنا عن همية السكرتيرية ذكرنا لو نتخيل أن المدير هو من يقوم بكتابة الخطابات هو من يتواصل مع العملاء هو من يرسل الإيميلات هو من يعد التقارير إذن سيكون هناك هدر أو وقت كبير المدير بالتالي لن يتفرغ للمهام الكبيرة كمثلاً الزيارات كاستقبال أو وضع الخطط الاستراتيجية مناقشة المنظمة أو رؤساء الإقسام عن أهداف ومتابعة أداء العمل بالتالي سيتفرغ للأشياء الهامشية ومن ثم لن نستطيع تحقيق أهداف إذن همية السكرتيرية تنبع في المساعدة في إنجاز العمل في تقليل الوقت في إنجاز المهام كذلك في جودة العمل حينما يسند العمل لأكثر من شخص وبالتالي يتكاملون وقد يكون هناك متخصصين في كل مجال بعد ذلك قد يكون العمل يجود وينجز بأفضة صورة أنواع السكرتارية ذكرنا هناك عدة أنواع ذكرنا السكرتارية العامة هو أن يعمل الموظف الإداري في أي مجال في المنظمة لا يتبع قد يكون مسؤول مباشر بالتالي يعمل لصالح المنظمة ككل وذكرنا السكرتارية الخاصة هو السكرتير الذي يعمل تحت إدارة رئيس مباشر واحد يساعده في إنجاز مهم إذن هو السكرتير خاص بهذا المسؤول كما ذكرنا السكرتير المدير العام سكرتير إدارة الموارد البشرية إذن هو يعمل لهذا المدير أو مدير مخصص ومحدد وذكرنا أيضا السكرتارية المتخصصة ذكرنا قد يكون سكرتارية طبية سكرتارية صحية أو سكرتارية عفوان هندسية ذكرنا قد يكون السكرتير متخصص بالهندسة وبالتالي السكرتير قد نحتاج إلى شخص فني متخصص بالهندسة وبالتالي يعمل كسكرتير فني في الهندسة أو في الأمور الطبية أو غيره هذه هي الأنواع كما ذكرنا من حيث أنواع السكرتير أيضا قسمناه بأكثر من تقسيم نحن تحدثنا عن هذا التقسيم وأيضا هناك تقسيمات أخرى مثلا أهمية العمل قد يكون لدينا سكرتير تنفيذي هذا السكرتير يعمل تحت عدة أشخاص أو موظفين قد يكون سكرتير ألف أيضا فئة ألف هذا يقصد به ليس لديه مثلا حدود في المهام يعمل مع الجميع أما باء قد يكون متخصص أو خاص بمسؤول واحد معيار الزمن ذكرنا قد يكون لدينا سكرتيرية دائمة بحيث أنها موجودة في الهيكل التنظيمي المنظمة دائمة بوجود هذه المنظمة أو هذه الوظيفة وهناك السكرتيري مؤقتة يتم مثلا لدينا مشروع يكون لدينا سكرتيرية إلى أن ننجز هذا المشروع وبعد ذلك تنتهي مهمة هذا السكرتير أو هذه السكرتيرية في الدرس الثاني تحدثنا عن البيئة المكتبية لحظة ذكرنا أن السكرتير يعمل في بيئة تساعده على النجاح هذه البيئة ذكرنا مراحل تطورها ذكرنا أهميتها كيف نجعلها مساعدة على زيادة الإنتاجية وإيضا فصلنا في كثير من المواقف في المنظمات وسبب اهتمامهم بالبيئة وكيف هي ترتيب المكاتب أيضا الجدران كل ذلك الهدف منه هو تحسين هذه البيئة المكتبية حرفنا البيئة المكتبية ذكرنا أنها هي البيئة التي تحيط بإنجاز العمل من الموظفين وفصلنا أيضا في تطور بيئة المكاتب ذكرنا في بداية العمل الإداري كان هناك غرف مغلقة قد يكون من الخرسانة ولا يوجد مثلا قد يكون ارتباط بالبيئة الخارجية بعد ذلك تحول إلى أن أصبحت بثلاث جدران والجدار الرابع يتم توجيهه نحو المدير وبالتالي مدير من مكتب يتابع كل الموظفين بعد ذلك أصبح هناك استغناء عن الجدران بشكل تدريجي إلى أن وصلنا إلى مكاتب مفتوحة تكون عبر مثلا صالق كبيرة ويجتمع فيها الألاف أو المئات من الموظفين وكل موظف لديه مثلا مكان مخصص له ولمكتبه وأيضا لأموره الخاصة وبالتالي أصبحت البيئة مختلطة بشكل كبير تحدثنا عن بيئة المكاتب النموذجية ذكرنا هي التي تساعد على تقليل الضوضاء تساعد على إنجاز العمل هي التي لا يوجد فيها تشتت أو تشتيت لانتباه الموظف مثلا بوضع ألوان غير مناسبة أو قد يكون عدم مثلا وضع خصوصية للموظفين بحيث يكون هناك إزعاج مثلا من البيئة الخارجية أو الموظفين لا يستطيعون إنجاز بسبب مثلا عدم ترتيب المكاتب بشكل صحيح ذكرنا البيئة المكاتب أو بيئة المكاتب النموذجية تساعد على زيادة الإنتاجية تساعد على التركيز تساعد على تطوير العمل وأيضا متابعته بشكل صحيح ذكرنا البيئة المكتبية للسكرتارية السكرتير قد يتميز مثلا أو قد يختص ببعض النقاط المهمة له حينما يعمل مع المدير ذكرنا لابد أن يكون هذا المكتب وهو بيئة تعكس طبيعة المنصب الذي يعمل معه وذكرنا أيضا السكرتير له قد يستقبل زوار وبالتالي يحتاج إلى مكاتب لاستقبالهم أو كراسي وتختلف كما ذكرنا مهام السكرتير بناء على المنصب الذي إذا كان يعمل مع مدير بناء على هذا المنصب الذي يعمل فيه المدير ذكرنا بيئة المكتبية للسكرتير لابد أن تشجعه على استقبال الزوار على ترتيب الملفات على إنجاز العمل كما ينبغ في الدرس الثالث ذكرنا الارتباط التنظيم ذكرنا كل موظف يرتبط بالموظف الذي أو رئيسه المباشر وذكرنا السكرتاري قد ترتبط بأكثر من عمل أو بأكثر من مهمة قد ينجزها ولكن لا بد من وجود ارتباط وظيفي ذكرنا ارتباط الوظيفة عرفناه والتزام الموظف تجاه المنظمة وتجاه المسؤول المباشر له كيف يقوم بتصعيد خطابات كيف يرسل الاستفسارات إلى من يرسلها عبر هذا الارتباط مثلا حينما نشاهد الهيكل التنظيمي نشاهد أن هذا السكرتير يتبع مثلا المدير العام أو يتبع إدارة الوارد البشرية أو يتبع مثلا مدير قسم معين ذكرنا العلاقة الوظيفية بين السكرتاري والإدارة ذكرنا هي علاقة تكاملية في السكرتير يساعد المدير أو الإدارة على إنجاز العمل ذكرنا حينما نحتاج إلى كمدير حينما نحتاج إلى كتابة خطاب إلى مراسلة جهة سواء خاصة أو عامة أو المجتمع أو عميل يتم عبر السكرتارية حينما نود استعراض تقرير أو كتابة تقرير السكرتارية تقوم بتجهيزه ومن ثم تعرضه على الإدارة وبالتالي العمل تكاملي وكل ذلك لتحقيق أهداف المنظمة ذكرنا المكتب الإداري وعناصر ذكرنا أي مكتب يتكون من عدة عناصر أولا الموارد البشرية والبشر الذين يعملون السكرتير والزملاء الذين يعملون معه كل ذلك من الموارد المتوفرة كذلك الأجهزة والتقنية والأدوات التي تستخدم كالمكاتب التقنيات الحديثة كل ذلك يعتبر من عناصر المهمة للمكتب الإداري هذا هو الارتباط التنظيمي ذكرنا حينما نشاهد في الصورة السكرتير المدير العام هو يتبع بالتأكيد لمدير العام وسكرتير الإدارة المالية إذن لها السكرتارية خاصة كذلك الموارد البشرية بعد ذلك تحدثنا عن الدرس الثالث أو الرابع هو سيمات السكرتير وصفات ذكرنا أن السكرتير لابد أن يتسم بعدة سيمات وصفات لابد أن تكون متوفرة لكي ينجح في أداء عملي عرفنا السيمات وذكرنا هناك فرق بين السيمات والصفات السيمات ذكرنا أنها قد يكون هي صفة ثابتة وسائدة نحو السكرتير كذلك ذكرنا أيضا أن السكرتير الناجح يتميز بمهارات أو سيمات معينة لكي ينجح في عملي سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى القدرات والمهارات التي قد يكتسبها مع مرور العمل أو مع مرور الأيام أو من خلال الخبرة في اسمات الشخصية ذكرنا منها الصبر والهدوء لماذا؟ ذكرنا أن السكرتير يتعامل مع جميع فئات المجتمع قد يتعامل مع موظفين زملاء قد يتعامل مع عملاء قد يتعامل مع زوار وبالتالي لابد أن يتسم بالصبر والهدوء وأيضا قد يكون لديه تعدد في المهام وكثرة المهام وبالتالي لابد أن يتصف بالهدوء والصبر الثقة والموثقية ذكرنا لابد أن يكون لديه ثقة بنفسي بإمكاناتي بقدراتي وأيضا يكون محل ثقة للآخرين لأنه يطلع على الأسرار على المعلومات قد لا يطلع عليها غيره أيضا بالتالي لابد أن يكون شخص أمين حافظ لهذا السر لهذه المعلومات سرعة البديئة ذكرنا قد يتعرض إلى كثير مواقف وبالتالي نحتاج إلى سكرتير يتميز بالفطانة وسرعة التعامل مع المواقف والأزمات وبالتالي يكون لديه سرعة في الاستجابة لمجريات التي تحدث معه ذكرنا أيضا التواضع احترام الآخرين فبالتالي السكرتير ذكرنا هو أول شخص قد يواجهه العميل أو المسؤول وبالتالي حينما يكون هناك تواضع احترام الآخرين وبالتالي سيعكي الصورة حسنة عن المنظمة حينما يكون هناك تكبر أو عدم احترام وبالتالي سيعكي الصورة سلبية عن المنظمة لأنه هو أول شخص يتم مواجهته في المنظمة بعد ذلك تحدثنا عن قدرات والمهارات ذكرنا يكون لديه قدرة على إدارة الملفات الوثائق يستخدم الحاسب الآن لا يمكن أن ينجز عمل السكرتير دون توفر جهاز حاسب وبالتالي لا بد أن يكون لديه القدرة على التعامل مع البرامج الحديثة في السكرتارية أو في الإدارة تساعده على إنجاز عمله أيضا يكون لديه خلفية وخبرة كيف تنظم الاجتماعات كيف يرتب المواعيد ذكرنا هناك برامج تطبيقات وضحناها التي تساعد السكرتير تنبه تضع له مثلا صفحات من خلاله يستطيع أن يضع المواعيد وأيضا يربطها مثلا مع رسائل إلى عملائه إلى زملائه وبالتالي حتى إلى مديره ويذكره بالاجتماعات كل ذلك حينما يستطيع السكرتير التعامل مع التقنيات الحديثة بهذا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة